اشتركوا في القناة 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 احنا المنظر نجرب صغير فما حاجات جربتها فادتني اقنعت في حاجات ما اقنعتش في حاجات ما لازمني انا بالنسبة لي لازمني نجرب برشا حاجات باش نعرف البوان فورم تاعي فيه معتا مزلت لو جعلها روحك اكزاكتو ما مزلت مزلت بالحق مزلت الخديشي لزمك وقت باش انتي وبين روحك مثلا تقول تيان انا البلاسة هذي تولمني والله بالحق ما هيش مربوطة بالوقت مربوطة بالخدمة مربوطة بالفرص مربوطة بال بألف حاجة مش وقت خطر كما في ثلاثة يام اخرين نجم نعرف انا شنا كما انا كنت باكمات ونقرأ في نانس في نهار والليل والليت نقرأ سينيما فجأة معناها فلم تعملت نارش ممكن عام عامين ماكس معناها مش نجم نعرف انا ونجم نقعد حتي حيتي كل هكي نعم في برشا حاجات خطر انا مرتاح سحيت البرشا حاجات اللي تحكي عليهم هذو ما خليني نصفها بالبوليفالانس اللي انتي فيها البعض يقول لك كونو البوليفالانس ذر اكثر من اللي تنفع ونعطيك مثل مثلا يقول لك اللي يحب يلقى الماء في الصحراء يحفر في بلاسة واحدة ايه صحيح اما وجوده سيدة ذكا في الصحراء عليش اعطيك الصحراء قل انتي شهزوا للصحراء بدلوها الغابة الغابة فهم برشا ميتش تلقا مدام هو في الصحراء سيكون في مشكل انا الحمد لله مانيش في مشكل تاو قاعد نخدم على روحي ما تنجم تضرني البوليفالانس ذيكا تنجم صحيح ما انا مرتاح ما انا فهمت حتى ما تدخلي حتى فرانك والله يمرتاح عامل جاو نعمل جاوكي نمثل نعمل جاوكي كرونيكي نعمل جاوكي نغني نحب زده نعمل تجربة متاع التقديم نولي منشط ان شاء الله عن قريب عليش ليه نجم نولي نكور نجم نصالح كيمتي زوريت نجم نه شوفر واب اي حاجة بالحق انا نتمنى لكل التوفيق نحلو شابيتر دي تيب هل هي صحرة ولا غابة لا لا مش صحرة لا غابة 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 بالباهة مش بالمفهوم متاع لا مش بالغابة متاع سيودة لا 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 باهة دي تيب دي تيب بنسبة لي انا من احسن التجارب في حياتي هي اللي خليتني يعرفوني لعباد اكثر برشا خليتني نتعرف على العباد تصور انت معناها عامين كل حلقة فما كاتر ان في تي ولا ترواز ان في تي شوف قديش من عبد نجم نعرف شوف قديش من اكسبرينة نجم تسير شوف قديش من حكاياتي نجم يسير وفهمت دوك التجربة هذيكة بالنسبة لي انا من احسن التجارب في حياتي ونشكر الحوار نشكر البرود نيضاء اللي كرونيكور الكل يعطيهم الصحة وكهو وحدة وحدة مدام احنا حكينا على التجربة هذي انتهت انتهت اذا كان انا اليوم نعطي عنوان للفيديوم تاعنا هل تم الاستغناء على خدماتك امي اليمام او انت اخترت الخروج من برنامج نار لحد مهمك في حد باش انا مداش نكذب عليه كما كاللي بدأوا يحكيه وكأنا نحب نقدم ونحب نشوف موضوع اخر ويحس روحي معاش النجم لحقي قارة من النجم تقول تخليه علي مانكذبش معانا اهو ما كما حكيت هالفعزة قولت راو كلمونا عملنا ريونيون في بينا كنا بش نخدمو في بينا كل مرة تبدل الكرونيكور في بيلي بشي كلموني هي السراتيجية جديدة استراتيجية جديدة معنا في بيلي كيك أنا بعد ما كلمونيش قاعد نستنى ودجار ريونيون الأخر في سبتمبر معنايا بالحق ما كنش عارف سنة أنا شنو بش نعمل بعد ما كلمونيش النجم منكون راو مني أنا مش من هوم البعض يقول لك علش ما صبرتش مثلا ممكن في الغوتاشون ذي اللي قاعدة تصير على الكرونيكور ممكن بش يجي دورك من سبتمبر معنايا شوفك أربع حلقات سبتمبر أربع قوت أكتوبر ونوفمبر معنايا فهم روحي معنايا ليه عادي ما هيش حاجة خايبة راو فهمت النجم راو مني أنا كما قدتك أنا شنو خممت إني عمناول الرندمان تاعي طايح مكذبش عليك مش كيما العام الأول أنا مش كيما العام الثاني العام الأول بالحق معنايا حاجة أخرى العام الثاني ما ما كنتش مقنع بارابور للعباد ما كنتش مقنع لحقيقة ما نستانيش من عبدش يقول هالي خاطر أنا نعرف ما كنتش مقنع تي تقول لي مانيش ما أقنعتش إذا كنا نقول لك لهنا على شكون اللوم هل تلوم على نفسك أنت اللي ما أقنعتش ومردودك ما كانش معنايا كيف ما استانيوها العباد وما مليتش الكرسي اللي أنت موجود فيه وإلا ممكن كان فما بعض الخلل من طرف فريق الأعداد اللي معتاكش الفرصة باش تقنع وتظر كيف ما يلزم لحقيقة نرام ما نلومش العباد نلوم روحي معناك كنجيت أقنعت روما لو كلموني أوتوماتيكمان نتصور فهمت نتصور أنا نلوم روحي إني أنا ما أقنعتش في وقت ما اللي كنت عاطي معنايا فما نيفو معين وبعد هبطت عباد مثل نسا بحاجة وبعد طحت أنا حاولت بش نرجع ما رجعتش أوتوماتيكمان كما كوارجي في جامعية معناها يكون جاو به بش ولي رنبلسان بعد رنبلسان مش مش جامعية معناها بشي تردوه تردوني أنا نحقيق على الصراحة ما حقيقة و أنا استنيت بش تمشيلي في الثنية متاع تظلمت لا 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 الحقيقة لا في هذه عجبني ما ظلمت لا في هذه أنا عجبني خاصة خليني نقول الخروج متاعك هذا مقتنع به مدام أنت لا مقتنع ما فهمش ندم البعض يقول كون الخروج هذا ما كانش كان بلوتو من أجل البحر على فرصة ما خير وفهم عديد الكلمات ممكن حتى أنت يوصلوا لك كونه فهم قنوات أخرى اتصلت بيك و بش تمشي في تجربة جديدة داي صحيح هي فرصة أخرى معناها تنجم تكون معناها باهية لي أنا رحكي هذه معناها كنت نجم نكمل معها نكمل في دي تاب تسكر لي بي بين أخرين ولا تخليني من ما تحب أنا الحقيقة نحب صوف الجديد طيب أنت بالمفهوم الشعبي تحب تجنح صحيح أبار مش نجنح ما نحب نرى روحي في حاجة أخرى نحب نرى روحي نقدم في أخبار مثلا تقدم ناجم التنشيط اللي قلت عليه نحب الرارة مثلا نجمو نشوفوك في القناة الأخرى هذي تنشط أنت لا مزل بكري شوية مزل بكري شوية ملكي فش بش تكون دورك في القناة الجديدة هذي لحقيقة ما مزلت أنا بالحق ما عرش ما عنا شنية بش نعمل مزلت أنا نحب نخدم راني اسماعيل ما عنا مكذبش عليك راني نخدم أنا نخدم فهمت أي ما عطيني نخدم بش ما نحسش كي ما نخدمش نحس بفراغ معنا فهمت هذيك عليش كي نوقعة بريود ما نعمل حد شي نهبت غنائي مثلا نعمل كوفر ما مش كوفر نعمل المهم لازم ينعمل حاجة منهم قانية التاسعة أماما أنا الحقيقة ما هتوق جايوك عروض من قنواتُ まاش عروض ما هيش عروض ما نحبيITCH للكلمة لو ش決م genau ما لا فهمها ولا فهمت أنسنا أنا إن شاء الله نهاري ثلاثة إن شاء الله فى نيمان ياسر فقتت مرة أخرى مع I finally habr إن شاء الله مزلت بلحقيقة ما تفهمتش معاها ما زلت ما فهم حات شي بور لما ما أنا لقيت راحتي أنا في الحلقة اللي فاتت مع نوفل لقيت راحتي ما نكذبش عليك لقيت راحتي لقيت روحي نتفاهم أنا نوفل نتفاهم أنا في الطاولة ذي أنا أول مرة أنا نحضر في اميسيان بالفرما ذيك فهمت عمري ما حضرت لن في تي لن في فرما هكيك حسيت روحي مرتاح إن شاء الله ننجم نقدم إضافة في حاجة هكيك كي تقول يا حسيت روحي مرتاح معتنا نفهم اللي أنت قبل ما كنتش حس روحك مرتاح لا لا في شربتها الحكاية يا اسماعيل ونبيحت في الصحراء ملقاش الماء وارجع لي نفس الماء علش نقول هكي على خاطر ما نيش مش مرتاح بعض الكلامات اللي خرجت قالوا كونوا فهمت الفريق فهمت معتش فهمت مو فهمتش نقصد الكلام هذا وسل لك وسمعت هاي أنا سمعت أنا ماريتش أما سمعت بالعكس كنت مرتاح على الأخر معنا كجيت مانيش مرتاح راني أنا خرجت وحدي فهمت معنا مرتاح في دي تيب مرتاح في تانك البلاسة اللي أنا فيها تانك خدمت فيها سيكو بالحق مرتاح سينو علش مش نخدم هو نرجع بيك إلى الوراء في برنامج دي تيب نر لحد مهمك في حد أميل إمام كنا نشوف صديقة قوية برشا بينكو بين نظال السعدي في البرنامج حتالين قلنا مستحيل كونه نظال السعدي يستغنى على أميل إمام أنا نسألك نظال السعدي معمل شي بش يعطيك فرصة أخرى لحقيقة أسأله وهو سوالذية خطر ما نعرش مدامني كان منعرش الحقيقة كيفش ما تعرش ما نعرش أسكوع ما لحاجة ولا فهمت أنت ما حاولتش تحكي معه بش تقوله عطيني فرصة أخرى لأ كي كم ما ما قلتش الحقيقة جملة جملة أنا ما نقول هم ش الجملة ذي كما كدبش عليكم عطيني فرصة أخرى فرصة ناخذها واحدة أنا من اللي بديت بديت يوتيوب حد ما عملا ليم زي يا أخوي أنا وهيشم بدينا كاميرا بلفين فرانك وديكور نتعبيت فهم حد شي خلع عمطايش هلتالي وبش ليك نصور معنا إلى حد إلى القدام حد حد ما عملا ليم زي معنا فهمت ما كذبش عليك ما نحبش نحكيك يا يا راني اسماعيل فهمت معنا أنا كي بديت من اليوتيوب أنا وهيشم روح حدنا لنعرفو لنمنجو لنعرفو نصورو لنعرفو نكتبو لنعرفو حد شي وما كنتوش تصورو روحكم مش تخطو كاتبين في الجوجل كيفاش نمنجو ما نعرفوش نتبعو ما نعرفو حد شي فهمت نرجعو النظال نظال الحقيقة أنا وهي تلتاو صحاب وامورنا واضحة وفيه وفيه اسماعيل فهمت عليش لازم حاجة توفى إلا باي بتخيب فهمت خليها توفى بالمحليها فهمت اللي لازم توفى بعركة ولا توفى بهاو درشنو وهاو تعارك مع درشكون وخرج من درشكون وبعدي ولي أمين تعارك مع جماعة الحوار يا أخي مشل جماعة التاسعة أنا متعاركت مع حد ما عندي مشكلة مع حد حد اللي يسمعوا فيه كل كان واحد عنده مشكلة معايا أنا خزرر كان واحد عنده مشكلة كل يا أخوي يكلمنا جينا تليفون توي كنا نستخدم مع الله يفضلك في معد شي أمين يمين باش نقرالك بعض الكومنتير على أخبار مغادرتك البرنامج ونخلي لك التعليق لك أنت ملا راحة شوفك الحاجة الكبيرة محسوب شكون حاس بغيابك شنو الإضافة اللي كان يقدم فيها يهاني خرجت ملا راحة ملا راحة اخويا شنو موحب كان جيت أنت كان جيت أنت يساحب القرار علش كون تخلي من الكرونيكور وعلش كون تستغنى نخليهم أنا تورا مثلا نحن نحسلي نخليه مثلا تورا طو ما عاد شو خشو فيه ما عاد أنا تورا نخليه خطر الوتانسيال تبركل عليه معنى عنده كل شي عنده معناها بالحق سيد ضامر برشا يعرف يمثل عنده تقليد يقلد لغات العالم الكل عنده كل شي عنده دونك ما تستغنى لحد أحد ما نستغنى لحد ممكن نستغنى لروحي كريما والله خطر ما بالحق ما عادش بالحق ما عادش معنى شو نزيد ما في بليشاك كله صراحة لحيوان صراحة برشا والله هي كيك اسمه تعرفنيش طو سماعيل لا لا نعرفك نعرفك ما ما تخبنيش نحكي كيه في الانتانسيال أما نمشي معاك ما أبعد في الصراحة اللي تي مشيت فيه أنت اليوم غادرت البرنامج اللي خسرك في صاحبك والإنسان اللي ظهرت معاه في يوتيوب وبديته مع بعضكم في اليوتيوب من دمتش كان يرجع بيك الوقت التالي تعاود تخوذ التجربة هذي بنفس الطريقة ونفس الثنية بيه خانا بدأ واضحين الجملة البرنامج اللي خسرني في صاحبي لا ما خسرنيش في صاحبي البرنامج مع وضيع أخرى هذيك كل واحد خدم على روحه بيه اسكو نعاود نفس الحاجة نعاود نفس الحكاية بالضبط ما نبدل حد شيء ونقول لك حاجة أخرى أنا بنفس الغلاطة بنفس الغلاطة وبالعام الثاني ما هو نفو طاح شوية انكاية هاكيك بيش يخلي أنا فما ببرش حاجة تجي وتو وتبدل وتو على خاطر كان جيت أنا مش نورمال في السيزون دو رأي ممكن ما ساروش أمين لي ما قول لي أنت اليوم من اللي جون الموجودين في المشهد العليمي حاجة مزينة برش لكن في نفس الوقت كيف ما حكينا قبل المستقبل متاعك ما زال ما هو شو واضح فما أكل فلو كان النجم نوصفه هاكا فما فنان مستقبل واضح بيانسور متفاهمين أما أسأل مع ذايا اسكو متخافش من الضبابية هذي انتي كجون اليوم خاف انك خامن فيها كل يوما بيانسور نخاف يخي ما لا انتي سمحني يا فنان يجي مثلا إيكس يحلك قهوة ولا يعملك بروجي عليش بكل فلوس طاكش لما فلوس حل حال قطر خايف خايف لا يوما ما أن دوت رواه يلقى روح وقاعد في الحوم ما ما فهم شي كينه ما عمل حد شي فهمت معناها راو وبالنسبة لبرشة فنانين أغلبيتهم معناها راو كيقعد مثلا ما ما يثلكش عام راو يمرض راو بيانسور كان ينساوه يبدأ في الشارع مثلا سكي يهبط أهلا فلان أهلا جا خانتصوره ويجا خانعمله كان نهاره نهاره ما تسيرلوش راو ينجم يمرض أنا بالنسبة لي ما يقلق بالعكس فهمت معناها وهي دي جا خدمة الفنان خدمة متاع إيجو شو معناها معناها العبد يغذي الليل صحي التصفيقة هذيك التصفيقة في السبكتاكل هذيك تغذيه ما تخافش كل نهار اللي تحكي عليه هذي الكل التصفيق اللي يجو اللي تغذي فيه بالخدمة اللي يتخدم فيه ما تخافش اللي فجأة دي ما نستعملها الكلمة هذي كل شيوفة بعيد شارع لخويا نجم نجم ما تخافش اللي فجأة تنحل ما هذي تيقف الاسمسيون هذي توفة نخاف نجم تصير نخاف ما إذا كان صارت أنا نخمفة إذا كان صارت فما بلان بي البلان بي اللي نعاود من اللول كي ما كنت حد شيئا كيفيش أنا وصلت عملت حاجة صغيرة ما نلاقي كنت حد شي نعاود نستنبط بش نيبش نجم نعمل بش نعاود من اللول اللي عملتو نعاود ما خير حتى إذا كان أيوم بعد ما عارفك حد إنتي ما كتخدم إنتي فرحان إنتي فنان تعمل في فن أيوم بعد ما عارفك حد حد تعاني ألف وحد ما عارفوهم ش برجع بيد وطايرين لازم معناه علش مربوطة الفن مربوط بالتصفيق ويجا نصور معاك اليوم فما نخدمه اللي هي الأرقام اللي هي فما فرق بين أرقام وبين فن مش معناها واحد ممثل طوالنا ممثلين في تونس إذا يصوروا معاهم صباحه ولي ويجيب واحد وعمره ما صور معاهم واحد ويطير به بالتمثيل فهمت منش نحكي لك على أمور نجم اللي أخر ندخل برشا فلوس علي أوكي معاك نحكي لك أمور فن بيش تحكي لي فنان راهو فنان عمرها ما هيش مربوطة بالشهرة فهمت اتربطت خطر وقتنا بيك هيا معنا فهمت الله غالب انتي قتلي في أول حوار بكري قتلي حاشتي بعمين ممكن بيش ننفهم روحي ونعرف روحي في الثنية اللي نمشي فيها شنية الثنية هذي والله الثنية بيش نقول لك أنا لحقيقة راني ألاباز معناها راني أنا ألاباز في أمور تمثيل أنا ألاباز نحب التمثيل فهمت مزلت لحقيقة بنخذيت شكل الفرصة اللي حاشتي بها بيش ننجم أكت تاست ذاك عرفتك هذا أي ولا لا ملخ فهمت كي ناخذن فرصة ذيك بتتشاف ويقولولي لي هذا ليه ده وقتها نزيد المثل بيش نهزك معتها في ثنية أخرى فهمها هكا كنجم نسميها انترفيو ويقولوا عليك البعض يقول لي لي ماهوش ممثل وماهوش متع تمثيل ذيك علي شربت بسؤيل هذا ماهوش ممثل هو يشوف من الجنون العم كما أنت ده شي شي يقول لك ماكش متع إذاعة وماكش موذيع معناها تقبل عادي تنجم تكون أذويق معناها فهمت كي ما قلت لك مانجمش يقول لي ممثل وماهوش ممثل مش هتمثيل خطر نسل عمل شي كي نعمل ربع كاريير ولا حتى سدس كاريير وقتها تنجم تتعلق على الحاجة ديك أميلي مام نمشي معك الشابتر واحدة اخر شابتر اليوتيوب دهوك رجعت وانتي وهيش مقدوش في اليوتيوب متاعكم في الشاب يوتيوب متاعكم هك معايا الفيديو هبتت نهار سبعتاش عوة تلفين وعشرين واسمها علاش أسألة غريبة وعمل حتى لليوم مية وستة وسبعين ألف ماهمش لرقام متاع العادة متاع هك معايا متاع عميلي مام ويش مقدوش خاصة الرجعة هذي رانا استنيوها برشا وطلبوها برشا اللي تابعوا فيكم هل كنت راضي على العودة هذي أنا ما نسمي هيش عودة هذي كنت نسميها ماش هبتنا سيلفي في الانستقرام ميش فيديو خذيتوا بخاطر العباد اللي تابعوا فيكم تنجم تقول أي روما صورناها بالحق روما كناش باش نصوره كنا معناها قاعدين على رويحنا في البير ووقتها فاما كاميرا قلنا يبارا هنصوروا فيديو وما مباكت بين حاجة عليش اسمها كيكا صورناها هبتناها فهمت كيما كنا مستنسيين ممكن العبادة عندهم الحق استنيوا حاجة فهمت صحيح عندهم ألف حق ما هوجي ما فهميش ما عطا انتهاء لا لا حق أخطر فهمش كون قالك على اليوتيوب ما عطش فهم أحد شي ما ريناهمش دونك ما سيديو انتهاء على اليوتيوب باش نكون واضح كل شي نجميو فكان اليوتيوب رأس معي برجولي لحقيقة أنا اليوتيوب نحبه برشة تلفزتك تلفزتك وحدك خوية مش كيما تلفز الفرق بين تلفز و اليوتيوب التلفزة بالسيف تدخل العباد باش تفرجه فيك اليوتيوب هو يختار باش تفرج فيك ينزل يدخل اليوتيوب يلوج ويتفرج فيك تلفزة لي مفروض على العبد ذاك عليش أنا اليوتيوب نحبه برشة مدام اليوتيوب تحبه برشة إذا كان اليوم أني خوريك في المحتوي اللي يدور على اليوتيوب كيفش تقيمه اللي قاعد يدور على اليوتيوب معانيش معانيش مش معانيش مانايا خايبين أنا أخر مرة قلتها دا جمالي فت أخر مرة اسبانيولي صاح بنحكي نويا ديسكورد وقتها نلعب في كل فيديوتي قاعدين قاليش عندكم يحكي معاي بالانجلي قاليش شكون عندكم يوتيوبرات في تونس قد كان يحكيلي على اليوتيوبرات متاعو وارفه فيديوات عباد يوميا ماكسيمم كل ثلاثيام طب فيديو عطيني عباد أنا تو قاعد يخدم في في فريقانس صحيحة شكون ما فاميش ريتم واضح ما فاميش ريتم أصلا ما فاميش دونك اليوتيوبر كي ما تلفز كل نهار ثلاث مثلا فامي برنامج فلاني كل نهار أربعة هاذاك يوتيوبر فامت أنا تو مثلا أنا وهيش مدامي عبت نش مانيش يوتيوبرات ونخدمو بالرسمي نخدمو وقتها سمينا يوتيوبرات ثلاثة أحسن يوتيوبرات عندك في تونس نبدأو بالمرتبة الثالثة مرتبة الثالثة نعنش صحري بحر المرتبة الثانية والله العظيم معنش مرتبة الثانية بمرتبلولة عندنا خنشور والمرتبة الثانية خنشور كاميرا نخليوها فارغة المرتبة الثانية المرتبة الثانية في اللي قاعدين يخدموا تاو بانسور مفهم حد يخدم يعطيتك زوز اللي يخدموا انتاو ميلان حطوا صحري بحري في المرتبة الثانية حطوا صحري بحري في المرتبة الثانية وخنشور وكاميرا جانا اللي يخدموا نحس ممكن نسيت راني ننسى راني سماعيل بش تعملي مشاكل ليلي مفهم حد اخلق هنا سمينا وموا نوفا معك باسألة سريع لف لف لازمك جولي الهني اشنا هو برجك قديش عمرك 16 قديش دخلت فلوس مل يوتوب من عارش مل هت لم هت جمع لي خفير انسى قرام ينجم معيشك ينجم ايه قديشو دخل فلوس من ايةسا قرام في السر قدية سا ديپو كما تنات عن خمسة مياه كما 5lle كما عاجرين بين خمسة ميه و 5 زي بين ف شاي هكيك احسن انساجراموز عندك انساجراموز ايه ook فمم برشة انساجراموز ايو кош نar اسم نعم باس How to approve احسن انستجرامير عندك هاش مقدوش احسن ممثلة عندك في تونس احسن ممثلة عندك في تونس هنط صبري ممثلة تحلم تخدم معا هنط صبري زادا اي قديش خلصت على دورك في قلب الزيب اشنا اشنا برنامج تراي روحك فيه برنامج روحي فيه والله اي حاجة فيها جو برنامج عمرك ما تصور تراي روحك فيه مفعن ميش برنامج برنامج روحي فيه نجم نعمل كي ممتي وكي مخبار كانت ولي منشط اشنا هو اسم البرنامج متاعك نهار سيبني خراحي اسمعي هذا هو نتمنى لكل التوفيق صديقي نتمنى لكل التوفيق صديقي نتمنى لك نحن معكم في سن ديلاي تحت للعشر متعليل